كولر في دوري الافريقي في مباراته الدوري في السوبر في المراحل اللي مر عليه هل تشعر ان هو استفاد من اي خطأ تعرج ليه قبل كده؟ لغاية دلوقتي طول ما انت بتغير كتير انت مش قاعد في الحزبه ان هو بيغير كتير لو تخيبك السهل اللي فاتت واحدة من اهم نجاحات كولر او اسباب نجاح كولر في الخماسية اللي حققها انه جيه فترة انا افكر بعد ماتش سانداونس بعد الخماسية في بريتوريا ثبت التشكيل ولعب بسيستم واحد مجارب بس تغييراته كانت بسبب الاصابة او بسبب ان هو في حد مش جاهز فنين او مرهق بس يعني معنى كلامك انه ممكن بعد التوقف اللي جاي بتاع اجندة تصفيات كاس العالم كولر يظهر بشكل مختلف عن الموسم الحالي عن بداية الموسم اعتقد وحاجة تانية برده مش كل حاجة على كولر كل امان يعني مش عايزين شهر الكولر يعني نتكلم عنه ايه مية في المية لا طبعا انا عايز تخط عناصر تانية نهارا الشغف اللي عند اللعيب اللي عند الخليب برده نكون واضحين لو نفتكر مانويل جوزي بعد ما النادر اهلي حقق معاه كذا خمسياتين وردة بعض كان دايما بطلع يقول لي بعد اي بطولة بيحققها يقول واحدة من الاهم النقط اللي حم نشتغل عليها بعيدة عن الفنيات اعادة الشغف دوافع خلق الدوافع اه من اللعب نفسه يا محمد بعد ما بيكسب بطولة يجي تسأله خلاص انا عايز مني ايه انا اخد دولة في الافرق فانت تقول له ايه لا الجمهور عايز تاني يقول لك الجمهور بيحسبها من حزبته الموضوع بالنسبة لنا مش سهل انت عايز تلعب بنفس القوة حديد كما الجمهور يقول لك لا انا قاسف تلعيب محترف بتقبط فلوس ومفود انت هبنكسب كل حاجة يعني كولر واحد اتنين شغف اللي عايزة اه طبعا في احنا في اخطاء في اخطاء ببصلاحة برضه يعني اللعب وعشان تكسب الجونة ما سهلية ما سهلية لازم تلعب بالخطة الخزعبلية الجهنمية لا 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 مش شرط في مباريات في الدوري في الدوري تكسبها بعله مجهود بس يعني اتحاول اخليني ذاكي اه يعني ما تجيدي فرص ما ضايحهش احسم من بدري انا قاسف يعني في التسعينات من الاهلي مرة مرة لعب فترة بدون مدير فني وكان بيكسب هو اكبر كان مين المدير الفني سعيد كان سعيد اعتقد كان مين يا ربي كان هولمن النادي الاهلي عنده صفرية للجزائر ومسافتش وماكملش مع الاهلي والاهلي اعتقد مطشين في الدوري بالكابتن احمد مهر والنادي الاهلي كسب عادية اللعيبة انا هقدر مش كله طبعا عشان ما وضحين لكن فيه مطشرة انا قدر اشيلها اه فيه مشكل عندي كل حاجة بس فيه مطشرة انا قدر اشيلها بس ايه فكرة هي يا محمد الفكرة في حيث ان انا التواقف ده يجب بقى على الجهاز الفني يستغلوا افضل استغلال تيتخب منها طبعا بعض ضعيب الدوليين في المنتخبات المختلفة انت محتاج بقى فعلا في الفترة دي فعلا تحسب ان الفترة اللي بعد التواقف كل الضغط ضغط شديد جدا 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 في تعاقب المباريات يبقى عندك مبارات في افتتاح دور الابطال بعد كده هيبقى عندك مونديال الاندية في السعودية بعد كده عندك الدور الابطال وترجع بقى تلعب السوبر وتلعب الدولي ولسه كمان عندك نهاء الكاس القديم في شهر مارس الجاي فيه تعاقب كبير للمباريات والبطالات اكيد طبعا بقى تحط سيستم بتاعك طبعا 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 اشتركوا في القناة